أصدرت القاضية الأمريكية ألن كان أمرا بتعيين حكم مستقل لفرز ألاف الوثائق التي تمت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا وأيضا تحديد ما إذا كان أي منها محميا بامتياز تنفيذي واختارت القاضية القادة الفيدرالية راماند ديري لمراجعة الوثائق التي تمت مصادرتها من منزل ترامب في الثامن من أغسطس الماضي ترجمة نانسي قنقر